مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب لما بدأت خدمتي في الخليج سنين يعني كتير عدت قررت أن أخذ سلسلة من الخدمات عن العهد القديم وخط سلسلة من الوعز كان موضوعها هو محتوى الأصفار النبوية أو الأمبياء الصغار في العهد القديم وبعد أسبوعين ثلاثة فجيت بأحد الإخوة في الكنيسة بيقول لي أسيس إحنا مش عايزين حضرتك توعز من العهد القديم إحنا حابين نسمع وعز من العهد الجديد فقلت ليه يعني إيه المشكلة في العهد القديم فكانت الإجابة بالنسبة لي وقتها صائقة قال لي لأن العهد القديم هو كتاب اليهود أما إحنا المسيحيين فكتبنا هو العهد الجديد وأدركت وقتها أنه هناك فهم خاطئ عند عدد كبير من الناس عن الكتاب المؤدس وعن أصفار الكتاب المؤدس وأدركت أيضا أنه يمكن النظرة دي مش موجودة في مصر كتير لكن موجودة عند إخوة كثيرين في العالم العربي يمكن نظرة المؤمنين في مصر العهد القديم إلى حد ما نظرة كويسة على أنه كلمة الله وبيتقري وبيتدرس ويعني بيهتموا به لكن في بعض الدول الأخرى العربية النظرة العهد القديم ليست هي كما كان يسوع ينظر إلى الأصفار المقدسة قديما عش كده موضوع حلقة اليوم هو سؤال هذا السؤال هل أخطأت الكنيسة بقبولها لأصفار العهد القديم؟ يعني هل الكنيسة يوم ما قبلت أصفار العهد القديم؟ أخطأت في هذا القرار؟ أم لا؟ طبعا العنوان ده فيه غلط وأنا أصدت أن أحط فيه مفهوم غلط علشان يعني أجاوب على سؤال بيطرح أوقات كثيرة وفيه مناسبات كثيرة السؤال أو العنوان ده فيه فردية خطئة الفردية الخطئة اللي موجودة في هذا العنوان بتقول أن الكنيسة في يوم من الأيام أعدت كويس وقررت أنها تقبل أصفار العهد القديم كأصفار مقدسة دي الفردية وهذه الفردية فردية خطئة للأسف هي موجودة عند كثيرين من الإخوة المسلمين أن الكنيسة قابلت بقرار مجمعي الأصفار المقدسة سواء العهد الأديم أو العهد الجديد وهذه الفردية ليس لها أي سند لا من تاريخ الكنيسة ولا من مجامع الكنسية ولا حتى في كتابات الأباء أو كتابات أباء الكنيسة في القرون الأولى الكنيسة ما أعدتش في يوم من الأيام وفي مكان ما وقررت أنها تقبل الأصفار أو أصفار العهد القديم كأنها أصفار مقدسة فالأصفار العهد القديم كويس لم تصر جزء من الإيمان المسيحي بهذا الشكل هذا المفهوم خاطئ عشان كده دايما تلاقي إخوة المسلمين مجمع نقية هو الذي قبل الأنجيل هو الذي قبل أصفار العهد القديم هو الذي قبل أصفار العهد الجديد مع أنه مجمع نقية لم يناقص لا من بعيد ولا من قريب موضوع الأصفار المقدسة لكن هذه هي ادعاءات وأكاذيب كثيرة نسمعها زي ما قلت أنه الأنوان فيه فرضية خطئة بيفترض البعض بأن الكنيسة المسيحية في زمان ما ومكان ما اجتمعت وقررت كبول أصفار العهد القديم وهذا لم يحدث نهائي نهائي لم يحدث طيب إزاي العهد القديم صار جزء من الإيمان المسيحي العهد القديم كان الكتاب المقدس لشخص الرب يسوع المسيح يعني لما نقرأ نجيل كويس هنعرف أنه الكتاب الذي كان يشير إليه دايما رب المقد ويقرأ منه ويعلم منه كويس ويرجع إليه في كل نقاشاته وحواراته مع اليهود كان هو العهد القديم دي نقطة هنتكلم عنها باستفادة لكن دي حقيقة فمن خلال حياة الرب يسوع رأينا أن الرب يسوع كان يقدس ويحترم وينظر إلى العهد القديم على أنه هو كلمة الله الأصفار الموحة بها من الله وعش كده كان يرجع لها باستمرار وكان يقرأ منها باستمرار وكان يقول لهم لكي يتم ما قيله وكان يوضح ليهم ما قيله في العهد القديم حتى بعد قيمته عندما أراد أن يؤكد لتلمزي عمواس أن قيامته من بين الأموات وأن موته أولا وصلبه كان جزء من خطة الله لفداء الإنسان يقول الكتاب وابتدأ من موسى والأنبياء يفسر لهم وده إشارة إلى كل العهد القديم وبعدين مع بداية الكنيسة تلميذ المسيح الذين كانوا مع المسيح ورأوا يسوع والذين هم أيضا يهود كويس بالجنسية احنا عندنا أول أسقف غير يهودي كان في منتصف القرن الثاني الميلادي لكن كل قادة الكنيسة في القرن الأول ونصف القرن الثاني كانوا من تلميذ المسيح أو تلميذ تلميذ للمسيح كويس فبالتالي تلميذ المسيح كيهود تربوا على محبة العهد القديم وأسفار الكتاب المقدس ورأوا يسوع المسيح وتقديره وتقييمه ومحبته وتعظيمه لأسفار العهد القديم صارت الأسفار هي المرجع قبل أن يكتب العهد الجديد صارت هي المرجع لتعليمهم فكانوا يعلمون منها وكانوا أيضا عندما يتحدثون عن يسوع المسيح يرجعون إلى نبوات العهد القديم ويرون تحقيق نبوات العهد القديم في العهد الجديد فصار العهد القديم هو المرجعية للكنيسة بل مصدر التعليم للكنيسة في ضوء تعليم الرب يسوع المسيح كلها كويس فإحنا إحنا بنجد أنه قبول الكنيسة للعهد القديم بدأ بدون أي مشاكل بدون أي مشاكل ومشي على كده لحد لما جيه واحد اسمه مارسيون كويس في منتصف القرن التاني وقال لا إحنا ما لناش علاقة بالعهد القديم وإن إله العهد القديم مختلف عن إله العهد الجديد وإن إحنا ينبغي أن نرفض كل ما له علاقة بالعهد القديم ولم يقبل ولم يقبل إلا أصفار معدودة جدا من العهد الجديد زي مثلا إنجيل مرؤوس وبعض رسائل بوليس والكنيسة وقفت ضد هذه التعليم ويعني حكمت على هذا الشخص بأنه مهرتق وصارت الكنيسة في ارتباطها بكلمة الله العهد القديم والعهد الجديد معا فايس لكن في مرات بيعلو الصوت إنه إحنا لابد أن نفصل لابد أن نفصل الإيمان المسيحي عن العهد القديم البعض بينادب كده ومش بس في بلدنا بلدنا العربية لكن في الغرب كمان وهذه الأصوات بنتأثر بيها سواء أردنا أو لم نرد وأوقات كتيرة زي ما قلت نظرتنا للكتاب المؤدس بتتأثر بالفكر الإسلامي بتتأثر بالصراعات العربية اللي موجودة يعني أنا أنا متأكد مثلا إنه غالبية الإخوة السوريين أو الفلسطينيين مع التقدير الكبير لهم إلا إنهم أوقات كتيرة اتأثروا بالسياسة يعني في بعض البلاد العربية كان الأسوس يعني يمكن ممنوعين إنهم يوعزوا من العهد القديم وبعض الإخوة قال لي لما يعني في الكنيسة في بعض البلاد زي سوريا أو العراق كان حتى لما يجي يقرأ نص ما يقراش كلمة إسرائيل خوفا من إنه يعني الحكومة أو السياسة ووجهة نظرها تجاه إسرائيل لكن إحنا بنتكلم عن كتاب المقدس إحنا مش بنتكلم عن سياسة هم بنتكلم على الكتاب المقدس هل العهد القديم ده السؤال المهم هل العهد القديم كلمة الله لازم نجواب على السؤال ده ولازم عندنا إجابة واضحة في فرق بينهم أقول إن العهد القديم كلمة الله وفي فرق إن أنا أقول كمؤمن في العهد الجديد أنا لست تحت حكم النموس في فرق كبير فمع إني بقول إنها لست تحت حكم النموس إلا إني بنزل العهد القديم على إنه كلمة الله الموحى به هل العهد القديم موحى به من الله ولا لا ولا زي ما بيقول البعض ده كتاب اليهود ده اللي فوق اليهود علشان يقولوا لينا أرض ولينا وعد ولينا مراث ولينا بركات إلى آخر هذه الأمور نروح فين عشان نجاوب على الأسئلة دي أعتقد فيه تلات شهادات لازم نرجع لهم عشان نجاوب على السؤال هل العهد القديم موحى به من الله أول مرجعية لينا أو أول شهادة نتكلم عنها هي شهادة العهد القديم نفسه يعني شهادة العهد القديم عن نفسه هل العهد القديم بيقول لنا أنه هو كلمة الله هل العهد القديم بيقول لنا أنه اتكتب لأن الله أمر أنبياءه القدسين في العهد القديم أن يكتبوا هل العهد القديم بيتضمن أقوال الله ومعاملات الله هل العهد القديم بيشهد عن نفسه أنه هو كلمة الله ولا لا ده أول شهادة لازم نرجع لها أول شهادة لازم نرجع لها الشهادة التانية والمهمة جدا لينا وللمفروض أنها تسكت أي يعني إدعاء باطل هي شهادة رب المجد يسوع نفسه وللأسف الكتير بعض النهاردة بيفتكر نفسه أنه هو أفضل من المسيح وأنه بيفهم أكتر من المسيح وأنه عنده معرفة أكتر من شخص يسوع وأنه عنده حكم من وجهة نظره أحسن من حكم رب يسوع على الأسفار المقدسة ماذا كان حكم المسيح على أسفار العهد القديم إيه هي نظرته لها كيف كان ينزل العهد القديم إزاي كان بيتعامل معاه هل تعامل معاه لأنه كتاب بشري هل تعامل معاه لأنه تاريخ أمة يهودية وخلاص هل تعامل معاه على أنه يعني كتاب قديم له أفكار قديمة ما ينفعش أنه نحن يعني النهاردة نستخدمه أو نرجع له كيف كانت نظرة الرب يسوع للعهد القديم وأنا أعتقد كل مؤمن حقي كل مؤمن حقي بيحب الرب يسوع شهادة الرب يسوع كافية كافية شهادته كافية ومفروض بعدها لا يوجد نقاش آخر بعد اللي يقوله رب يسوع عن أصفار العهد القديم ونشوف رب يسوع قال إيه وإزاي استشهد بالعهد القديم وإيه دور العهد القديم في حياته وفي خدمته بصورة واضحة شهادة التالتة والأخيرة هي شهادة رسول المسيح اللي تعلمه من المسيح واللي أوحي إليهم أن يكتبوا أصفار العهد الجديد هل أصفار العهد الجديد اتكتبت منفصلة عن العهد القديم ولا لا وهل لما بيقول الكتاب كل الكتاب موحى به من الله هل ده إشارة العهد الجديد ولا إشارة العهد القديم ولا إشارة متضمنة لكل ما كتب في العهد القديم وفي العهد الجديد التلات شهادات دول مهمين جدا لازم نرجع لهم لأن التلات شهادات دول هيقولولنا إذا كان الكتاب مؤدس بتاعنا في مضمونه واحتوائي للعهد القديم هو كله على بعضه كلمة الله ولا لا ال 66 سفر اللي بيتضمنهم الكتاب المقدس اللي منهم 39 سفر في العهد القديم و 27 سفر في العهد الجديد كل الكتاب دوّن موحى به من الله ولا لا ولا جزء موحى وجزء مش موحى أنا أنا مدرك إنه العهد القديم صعب وفيه أجزاء صعبة ومحتاج أوقات كتيرة ترجع لي الخلفية التاريخية وخلفية السفر علشان تقدر تفهمه وعارف إنه فيه أشياء ما زالت محور للأسئلة فعيس لكن هل هو كلمة الله ومش كلمة الله ده السؤال طيب أجي إلى الجزء الأولين أولا شهادة العهد القديم عن نفسه شهادة العهد القديم عن نفسه ماذا يقول العهد القديم عن نفسه هل العهد القديم بيشهد عن نفسه بأنه كلمة الله وعيس وهل بيسجل لنا حديث الله المباشر مع الإنسان ولا لا نيجي إلى العهد القديم عهد القديم بنجد أن الله تكلم مع أناس كثيرين من بداية العهد القديم بنرى الله يتحدث مع آدم بنرى الله مع نوح بنرى مع إبراهيم وإصحاق ويعقوب بنراه مع موسى ويشوع وصموئيل وداود وسليمان بنراه مع الأنبياء الكبار والصغار الذين كتبوا لنا أصفار والذين كتبت عن حياتهم أصفار زي إليا وأليشع كويس ناس تكلمت مع الله والله تكلم معه والرب قال لهم يسجلوا والرب أمرهم بأن يكتبوا فالعهد القديم يتدمن كلام الله مع الإنسان ودي نقطة مهمة جدا وما فيش حد يقدر فينا يختلف على هذه النقطة إبراهيم ما كانش بيحلم ولكن إسحاء بيجيلوا نوع من الهلوسة ويقول الله تكلم إليه لكن هؤلاء جميعا في وعيهم كان الله يتحدث إليهم كويس لما نيجي مثلا إلى خروج عشرين يقول كده الرب بيتكلم مع موسى بهذه الكلمات ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات ولما أقول الكلمات خلوا بالكم من النقطة مهمة جدا هنا مش إن ربنا بيدي فكرة للكاتب ويسيب ويكتب براحته عن البعض بيقول لك إنه آه ربنا إدى فكرة لموسى وتركه بقى يكتب فموسى ممكن يغلط وممكن يكتب اللي قاله ربنا بس بطريقة غلط لا لا ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ويبدأ الرب يكلمهم في خروج عشرين ونقرأ عن الوصايا العشرة واحدة والتانية ولما يقول العبارة دي يعني بمعنى إن الله تكلم بهذه الكلمات المنطوقة فلما موسى كتب كتب كلمات الله ما كتبش لينا فكرة ربنا دهالو لا 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 ده كتب لينا كلمات الله الكلمات اللي خرجت من فم الرب اللي سمعها موسى بودنه دي نطرة مهمة جدا فعش كده لما نرجع للوصايا العشرة هي ليست ليست كشريعة حامرابي مثلا ولا بقية الشرائع اللي موجودة في الشعوب الأخرى لكن ده دي كلمات الرب نفسه كلمات الرب نفسه اكتام أدس بيأكد لنا أن أنبياء الله في العهد القديم كانوا مدركين أنهم مصوقين من الروح القدس فعبارة قال الرب وهكذا قال الرب ذكرت أكتر من أربع تلاف مرة في العهد القديم أربع تلاف مرة في العهد القديم هكذا قال الرب وقال الرب ويس وبعدها اقتباسات مباشرة من كلام الله دي نقطة مهمة في غاية الأهمية بتكلم عنها العهد القديم بيشهد عن نفسه بيشهد عن نفسه يقول كده في خروج 17 فقال الرب لموسى اكتب هذا تسكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع يبقى في حاجة تكتبت وفي حاجة الرب أمر انها تتكتب وفي حاجة لازم يقراها يشوع ولا يأتي بعد يشوع كمان لازم يقراها سفر الشريعة لازم يتكتب وكتبوا موسى فما كتب كتب بأمر من الرب وما كتب هو كلمات الرب دي نقطة بغاية الأهمية يقول كمان في خروج 24 فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب جميع ايه أقوال الرب وجميع أحكامه يبقى هي أقوال مين أقوال الرب فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الأقوال التي تكلم بها رب نفعل فكتب موسى جميع أقوال الرب بالعهد الأديم بيحتوي على أقوال الرب ولما موسى كتب كتب لنا أقوال الرب يقول كده كمان وقال رب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل العهد الأديم بيشهد عن نفسه لما تيجي تسأل كأن العهد الأديم شخص تسأله أنت مين يقول لك أنا كلمة الله كلمة الله الكلمة التي كتبها رجال الله مسوقين من الروح القدس الكلمة التي أراد الله أن تكتب هتيجي دلوقتي تقول لي لا يا أسيس أشرف مش كل الكلام اللي في العهد الأديم هو كلام الله ده فيه كمان كلام الحية الشيطان ده فيه كمان كلام موسى سوري فرعون ده فيه كلام كمان ملوك أشرار أقولك أيوة صح هما إزاي بها تقول لي أنه هو موحة من الله أقولك موحة من الله أنه ربنا سجل لنا بالضبط اللي حصل اللي قالته الحية الرب سجله أراد أن يسجل أراد أن يكتب لا أن يكتب أقل أو أكتر أو بطريقة مختلفة أو يزور فيه فالرب أراد لنا أن يسجل لنا ما قد حدث بالضبط وهذا لأجل تعليمنا دي نقطة في غاية الأهمية كمان يشوع وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله وأخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب يبقى كتب سفر شريعة سمويل تكلم سمويل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في سفر ووضعه أمام الرب في أرمية 30 الكلام الذي صار إلى أرمية من قبل الرب الرب بيقوله هكذا تكلم الرب إله إسرائيل قائلا أكتب كل الكلام الذي تكلمت به إليك في سفر يبقى لما أفتح سفر أرمية وجئ أرى أعرف أنه تكتب وأعرف أنه أقوال الله وأعرف أن الروح القدس هو الذي حافظ أرمية في كتابته وأعرف أنه ما سجله هو كلمة الله صعب أيوة صعب في رؤى وفي أحداث كثيرة لكن صعبته ما بتلغيش أنه كلمة الله خالص في إشعايات التي تعالى الآن أكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر ليكون لزمن آتي للأبد إلى الظهور هؤلاء أنبياء رب كتبوا لكن خلينا أسأل سؤال لماذا أمر رب بكتابة نص العهد القديم لي ربنا أمر رجال الأنبياء الذين أقامهم لربنا أمرهم بكتابة نص العهد القديم أنا عارف أنه حضراتكم أكيد بتجاوبوا وإنتوا بتسمعوا هذا السؤال لكن خليني أحطها قدام حضراتكم وحدة وحدة حتى تكون شاهدة على عهد الله وتدبيره مع شعبه العهد القديم شاهد شاهد على عهد الله مع شعبه عهد الله مع نوح عهد الله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب عهد الله مع موسى العهد الجديد الله عنده تدبير الله عنده أقام عهدا فكتابة الأصفار وكتابة الأحداث تكون شاهدة تكون شاهدة على عهد الله وتدبيره مع شعبه عش كده لما بنقرأ العهد القديم إحنا يمكن فيه اسم دايما بيستخدم في الدائرة الأكديمية بسموه Salvation History أو تاريخ الخلاص ليه لأنه بيوريني العهد الأديم بيقول لي إنه ربنا هو الخالق بيقول لي إن الإنسان ربنا خلقه بيقول لي إنه هذا الإنسان لربنا خلقه بريء ونقي لكنه أخطأ بيقول لي إنه هذا الإنسان الذي أخطأ يحتاج إلى مخلص ويبدأ يكلمني عن إزاي ربنا بيدبر خلاص للإنسان ويبدأ النبوات وتبدأ الأحداث وربنا يعلن تدريجيا كل شوية عن مجيء المسيح عن حياته عن ألامه عن خلاصه الذي سيصنعه عن دخوله إلى العالم وخروجه للعالم عش كده التاريخ اسمه تاريخ الخلاص تاريخ الخلاص أنا ما أقدرش أفهم معاملات الله إلا لما أرجع للعهد القديم يعني يمكن هاخد حلقة أيضا أكلم فيها لماذا يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نقرأ وندرس العهد القديم مش بس نقرأ لكن ندرسه ليه وهل يمكن أن تكون المسيحية كويس والإنسان مسيحي حقيقي ويرفض العهد القديم ده سؤال آخر لكن هتكلم عن النقطتين دول في حلقات جاية بإذن يسوع حاجة تانية هم كتبوها ببساطة لأنها كلمة ربنا اللي قالوا ربنا لموسى موسى كتبه اللي قالوا ربنا لأرمية أرمية كتبه اللي قالوا ربنا لأشعياء أشعياء كتبه كتبوها المزامير اللي رب أيضا أعطى داود موهبة لكتابتها وتلحنها واستخدامها في العبادة كتبت ببساطة لأنها كلمة ربنا ولازم تكون دي نظرتنا للعهد القديم على أنه كلمة الرب آه أنا مش يهودي أنا لست تحت النموس إحنا في تدبير آخر تحت في عصر عصر النعمة لكن دا ليس معناه أنه أنفصل عن العهد القديم حاجة الثالثة بيقولها لنا أيضا الرسول بوليس في تموساوس الثانية أصحاح ثلاثة وعدد ستاشر بيقول لنا أنه كل المكتوب كل الكتاب موحى به من الله ليه ونافع للتعليم والتوبيق للتقويم والتأديم الذي في البير آه أنا نهاردة مش أروح أقدم زبايح زال يهودي لأن المسيح هو الذبيح الأعظم وذبيح الأكمل التي قدمت لأجلي ولا أحتاج معها زبيحة أخرى ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية أنا مش هعمل زال يهود وأقدم زبايح لكن أنا هقرأ إزاي الناس قبل المسيح وإزاي الزبايح كانت بترمز للمسيح صح آه أنا لست تحت شريعة الكوشر وما هو طاهر وما هو غير طاهر كل الأمور دي لكن أعرف إزاي ربنا كان بيعد الطريق كل الطريق لمجيء المسيح أعرف إزاي ربنا كان بتعامل مع شعبه في الظروف الصعبة أعرف إزاي ربنا كان بيخلص شعبه من الدقات أعرف إزاي رب كان متداخل مع شعبه في أزماته أعرف إزاي الشعب ده بعد لما ربنا عمل معاك كل اللي عمله هذا الشعب خان فأتعلم أن أنا ما كونش زي هم أتعلم أن أنا ممشيش في نفس الطريق اللي هم ممشيوا ده اللي بيقول لنا كتاب يعني يمكن حلقة أخرى أتناول فيها أيضا موضوع النموس وعلاقة المسيحي بالنموس في العهد القديم وده موضوع يستحق الدراسة والاهتمام لكن العهد القديم كلمة الله نعم كلمة الله طيب أجيب قائلة شهادة مهمة جدا شفنا العهد القديم بيشهد عن نفسه أنا جبت عينة أنا عارف وقتي وقات كتيرة مشكلتي إنه الوقت ما بيساعدنيش أقول كل حاجة لكن يعني بس جبت عينة أوري لحضراتكم نزال العهد القديم بيشهد عن نفسه بيشهد عن نفسه ولأنه بيشهد عن نفسه لم يجد لم يجد المسيح ولم يجد رسل المسيح ولم تجد الكنيسة مانعة كويس في أن يكون جز في الكتاب المعدس وجز أساسي في كلمة الله لكن الشهادة الأعظم هي شهادة رب المجد يسوع المسيح كيف كان يسوع المسيح ينظر إلى العهد القديم الكتاب المقدس الذي تعامل معه يسوع بل هو كتاب يسوع المسيح نفسه كتاب الذي كان يقرأه دكتور هاملتون في مقاله في كتاب الكلمة المعصومة دين إيرانت وورد وهو يتكلم عن نظرة يسوع للأصفار المقدسة العبارة مهمة كتاب خدتها زي ما هي كده وحتى قدام حضرته قال إن كان هناك حق واحد قد رسم ملامح حياة ربنا يسوع المسيح الأرضية وهيمن عليها فقد كان هذا الحق هو السلطة المنيعة المطلقة التي لا تقبل الجدل للأصفار المقدسة يسوع إن كان في حاجة بنراها في حياته ونراها بصورة يعني كاملة مطلقة هي إنه نظرته للعهد الأديم وعلى إنه هو السلطة المنيعة المطلقة اللي كان يمنحها لأصفار العهد القديم فبالنسبة اليسوع كان يكفيه فقط أن يقول ببساطة مكتوب في حواراته كان يرجع دايما لليهود ويقول لهم مكتوب مع تلاميذه كان دايما يقول لهم مكتوب حتى في تقربته على الجبل كان يقول مكتوب ليه بيرجع ويقول مكتوب لأنه المكتوب هو كلمة الله كمان رب يسوع قال في الموعز على الجبل والنص دا كلنا عارفينه وحفظينه لا تظنوا إني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء والنموس والأنبياء تعبير يشار يشير إلى العهد القديم اللي بتكون من ثلاث أجزاء اللي يسمى التناخ اللي هو ترى نبييم كتبيم أو الأنبياء أصدوا أنه العهد القديم ما جئت لأنقض بل لأكمل وأنا أشوف كلمة يكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل كلام جامد كلام مهم كلام في غاية الأهمية ولازم ناخد كلام الرب يسوع في غاية الأهمية إن الكلمة يكمل باليونانية هي كلمة بيليرو ويتعني أن النموس والأنبياء أو أصفار العهد القديم كلها تشير إلى مجيء المسيح وتتحدث عن شخصه وعمله وفداؤه فالمسيح هو محور وهدف العهد القديم ومجيءه هو تحقيق وكامل للعهد القديم مش بس مجيء الأولاني لكن كمان مجيء التاني في اكتمال لنبوات العهد القديم عش كده لما نيرى العهد القديم هل نجد يسوع في العهد القديم كل وضوح من أول من أول ما بنجد سفر التكوين أول ما نقرب بنقرب سفر التكوين كل سفر من أصفار العهد القديم فيها إشارة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة عن يسوع كل الكتاب هو موضوع هو هدف عش كده ما نفعش نحن نهم العهد القديم وما نفعش نحن لو عايزين نفهم معاملات الله وتدبير الله على مدار التاريخ وفداء الله للإنسان بصورة كاملة واضحة لابد نحن نرجع للعهد القديم مسيح لو المجد قال إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل يعني ده كلام ربنا مش أجي النهاردة أنا كمؤمن أصل العهد القديم صعب أنا مش هقرأ فيه أصل العهد القديم صعب إحنا مش عايزين نوعز منه أصل العهد القديم صعب يعني يكفين إن أنا أقرأ في العهد الجديد أو ييجي واحد يقول لك إحنا ما لناش علاقة بالعهد القديم أصل ده مرتبط بالأمة اليهودية وبإسرائيل ومواعيده كلها مواعيد أرضية وما لناش علاقة نحن المسيحيين به وكانوا بيقول إن الرب يسوع يعني اللي قالوا عن العهد الأديم غلط وإن المسيح لم يفهم العهد القديم كما هو يعني العلامة فاهم إن أعلان الله في النموس والأسفار هو كلمة الله ولا يمكن أن يزول حرف واحد من كلمة الرب أصغر حرف في اليهودية وحرف اليود حرف صغار جدا المسيح بيقول إلى أن تزول السماء والحرف لا يزول حرف واحد أو ربنا مهتم بالحروف ما هي كلمته كلمته طيب شوفوا الرب يسوع هنا في حواره مع اليهود اللهم ولا يمكن أن ينقذ المكتوب ولا يمكن أن ينقذ المكتوب وإيه هو المكتوب إيه هو الجرافي اللي بيكلم عنه الرب يسوع هي الأسفار المقدسة لا يمكن أن تنقذ ولما بيكلم الرب يسوع هنا عن المكتوب بيكلم عن العهد القديم لأن العهد الجديد لم يكن قد كتب بعد مسيح نفسه لكل المكتوب بيقول لا يمكن أن ينقذ المكتوب ما يمكن طيب ماذا عن نظرة الرب يسوع إلى تاريخ العهد القديم رب يسوع نظر إلى تاريخ العهد القديم على أنه تاريخ صحيح بيتناول أشخاص حقيقيين وبيتناول أحداث حقيقية أشخاص عاشوا في زمان ما وفي مكان ما ويجي نهارد واحد يتفلزك ويعمل نفسه شاطر ويقول لك أصله آدم وحوة ما كانوش شخصيات تاريخية مش بنسمع الكلام ده أصله السقوط ليست قصة حقيقية معرفش مع أن رب يسوع أشار إلى آدم ومع أن رب يسوع أتكلم عنه منذ البدء خلقهما ذكرا وأنسا يتكلم عن آدم وحوة بيس كل هذه الأمور نحن نهارد بنسمع كل هذه التعليم نهارد للأسف البعض بينادي بهذه التعليم جهرا يعني فأحداث العهد القديم رب يسوع نظر إليها كلها على أنها أحداث سرخية وشخصيات العهد القديم رب تكلم عنها في في معظمها كلم من أول قيين تكلم عن رب يسوع تكلم عن إبراهيم وكلم عن موسى وكلم عن داود وكلم عن سليمان يعني شخصيات رب يسوع شخصيات العهد القديم رب يسوع تكلم عنها تكلم عن يونان وتكلم عن أيضا يونان اللي قاعد في بطن الحوت اللي بلعوا الحوت ويجي واحد دي قصة رمزية أسه ما ينفعش نقبلها بالعقل على أنها قصة حقيقية أسهل هو بقي عارف أكتر من رب يسوع يعني شخص ده خلاص نصب نفسه العارف بالله يعني فوق رب يسوع أو كذب المسيح للأسف بالهذه التعليم نحن نكذب المسيح نجعله كاذبا الطعمة الكبرى طعمة الكبرى أنه ممكن وإنت بتناقش هؤلاء الأشخاص يقولك أصول المسيح عاش عصره كانت المعرفة عنده هي معرفة الناس اللي عنده حتى معرفة المجتمع همش هيجيب حاجة من بر المجتمع واضح الفكرة يعني زي ما الناس الناس خلينا أطرح مسأل يوضح لكم يقولك أنه أيام الرب يسوع كانت الأمراض اللي تصيب الناس أوقات كانت يعني يعتبروها أنها عمل شيطاني من الأرواح الشريرة كويس ما كانش فيه حاجة اسمها أرواح الشريرة ده هما بيقولوا كده يعني فيش حاجة اسمها أرواح الشريرة هي دي أمراض نفسية بس لأنه الناس زمان ما كانتش تعرف الأمراض النفسية كانت تعرف أنه الأشياء دي بحسب معرفتهم والبيئة اللي عايشين فيها هذه الأشياء تعتبر يعني بيرجعوها لأنها للسحر وللأرواح الشريرة فلما جي المسيح تماشى مع فكر الناس تماشى مع فكر الناس فهما بيؤمنوا أن دي أرواح الشريرة فعمل اللي هما بيؤمنوا به أنه أخرج هذه الأرواح الشريرة وكان المسيح بيضحك على الناس وكان المسيح ليس كله المعرفة برافو عليكم البعض يمكن فيكم فكر فيه طب لاجئون ده لاجئون ده تكلم يعني فالنهاردة للأسف هذه التعليم موجودة ومنتشرة وبشدة في مجتمعاتنا الرب يسوع تكلم عن الشخصيات العهد الأديم وعن تاريخية هذه الشخصيات وعن الأحداث العهد الأديم تكلم الرب يسوع منذ خلق العالم تكلم عن زمن الأنبياء يعني المسيح شمل سفر التكوين إلى الأنبياء الصغار تكلم عنهم ويجي أبو العريف اللي يمكن ما أراش يمكن غير كتاب وكتاب حتى يعني غير صحيح وينادي بتعليم مخلفة للمسيح صال ربنا يحمي كنسته يحمي كنسته ويحمي المؤمنين ومش ممكن أبدا حاجة تقدر تحمينا أكتر من معرفتنا لكلمة الله معرفتنا لكلمة الله وعش كده بشجع كل مؤمن كل أخ عابر وأخت عابرة اتعد ادرس ادرس كلمة الله اقراها دور على تفسير حاول تفهمها حاول تفهم النص اكبر في معرفتك لكلمة الله وانمو في هذه المعرفة لأنه دي الشيء الوحيد اللي يحفظ حياتك من أنك تكون محمول بكل ريح تعليم ما اعتقدش اللي بيشتغلوا فيه كشف العملة المزيفة أنهم بيدرسوا كل العمل المزيفة بأشكال مختلفة مش هي دي الطريقة اللي بيها هيقدروا يعرفوا إذا كان الدولار دوا مزيف أو مش مزيف وما اللي بيعمل ايه بيدرس الدولار الأصلي ياخدوا الميت دولار دي كويس ويدرسها يدرس تفاصيلها يعرف كل حاجة فيها يعرف الشيء اللي أنا يمكن مش شايفه بعناية المجردة عارفها فلما تجيب له ميت دولار مزورة ويمسكها مجرد يمسكها يقولك دي مزورة ليه؟ لأنه عارف الأصلي احنا محتاجين ان احنا نعرف الأصلي محتاجين نعرف كلمة ربنا كويس عشان ما نبقاش محمولين بكل ريح تعليم طب نشوف رب يسوع أصفار مقدسة كانت هي المرجع الوحيد في حواراته ونقاشاته مثلا لما جي الشاب الغني ليسأله عن الحياة الأبدية أجاب يسوع بما هو مكتوب في الوصايا العشر وسفر لويين تحب رب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه الوصية والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك جبها منين المسيح جبها من العهد القديم لا مكتوبة في العهد القديم لما الرب يسوع جي في حواره عن الزواج والطلاق جاوب منين جاوب من سفر التكوين جاوب من تكوين أصحاح واحد واثنين إن في البد خلقهما زكرا وأنس من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتسك بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا جابها منين جابها من التكوين لو النهاردة القضية اللي احنا شغالين فيها في المجتمعات الغربية اللي هي جندر أنا ما عرفش ترجمتها بالعربي اللي هي زكر أنسة نوع الجنس نوع الجنس كويس كم نوع جنس عندنا وإيه هي المرجعية اللي نقدر نرجع لها ال جي بي أو كي ودا كل الأمور دي والنهاردة اللي داي والضاي يعني المجتمع أصبح في هلوسة وتشويش عارفين ليه لأنه رفض كلمة ربنا إنه هناك نوعين زكر وانس ده اللي خلقهم ربنا ده المرجعية بتاعتي أرجع لفين أرجع للعهد القديم أرجع للعهد القديم وغيره وغيره قيمة الإنسان قيمة الإنسان إيه اللي عرفنا أن النفس البشرية مقدسة النفس البشرية تختلف عن الحيوانات إيه اللي إيه اللي بيخلينا نقول إنه الإنسان له قيمة سفر التكوين لما أرجع إلى إنه الإنسان مخلوق على صورة الله وعلى شبهه لما أرجع إلى أيضا سفر التكوين أصحح تسعة وجد إنه عهد الله مع نوح لما رب قال لنوح إنه أيضا قاتل نفس الإنسان بالإنسان تسفك دمه لأن الله خلق الإنسان على صورته فعرفت النهاردة إنه إنه هناك عقاب لمن يسفك دم الإنسان لأنه نفس الإنسان قيمة عند الله عرفتها منين عرفتها من العهد القديم وغيرها من الأمور المهمة في العقيدة المسيحية بنجمع من العهد القديم رب يسوع في حواراته رجع للعهد القديم أيضا اللهم في يحنى خمسة فاتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي يعني إنه رجعت للعهد القديم هجد أن أصفار العهد القديم بتشهد عن المسيح ويحنى سبعة اللهم من آمن بيك مقال الكتاب أنهي كتاب أنهي كتاب لعهد القديم سفر حسقيال تجري من بطنه أنهار ماء حي في متى 12 لم قال وما قرأتم في التوراة بيرجع للتوراة وبيستشهد بيها متى 19 فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البد خلقهما زكرا وأنسى يعني رجع لفين رجع لسفر التكوين مرجعيته كانت العهد القديم متى 21 فقال لهم يسوع نعم أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والردع هيأتوا تسبيحا رجع للسفر المزامير احنا بكلم على شخص الرب يسوع مش بكلم على شخص عادي نظرة المسيح للعهد القديم أنه كلمة الله إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد بكلم عن العهد القديم ماذا قال الرب يسوع وعلمت المزايا عمواس عن أهمية موته وصلبه بعد قيامته من الأموات عندما تقابل معت المزايا عمواس كان يسوع يوضح لهم كيف أن المسيح كان ينبغي أن يموت ويقوم جبناها منين دي كان ينبغي جبناها منين أنه كان ينبغي ثم ابتدأ من موسى ولما يكلم عن موسى بيكلم عن التوراة بيكلم عن التكوين والخروج والاويين والتسنيع ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء وكان رب يسوع قدهم رحلة قدهم رحلة هذه الرحلة بدأت من نموس موسى لأنه دول أول خمس أسفار التوراة بعد نموس موسى بحسب الترتيب اليهودي بيأتي إيه؟ بيأتي قسمه مهم جدا اسمه الأنبياء الناضيين الأنبياء دول بيبدأوا بسفر يشوع يعني سفر يشوع يعتبر من الأنبياء الأنبياء المتقدمين كويس؟ سفر يشوع سفر القضاء سفر رعوس سفر سامويل الأول سامويل الثاني ملوك الأول وملوك الثاني دول الأنبياء المتقدمين وبعدين ياخدهم بقى في جولة أخرى الأنبياء المتأخرين يبدأ معاهم من إشعياء وحسقيال وأرمية وبعدين ياخدهم في الأنبياء الاثنى عشر كل سفر رب يسوع ماشي سفر سفر بيقولهم إنه زي هذه الكتب اتكلمت عنه وتكلمت عن حتمية مجيئه وحتمية موته وحتمية قيامته هي تشهد لي وأنا النهاردة آجي كمؤمن أقولك لا أنا مش عايز الأصفار دي أصل الأصفار دي صعبة أصل الأصفار دي بتقدم سورة عن الله مختلفة عن سورة الله في العهد الجديد أصله إله العهد القديم ده إله دموي إله رب الجنود كويس إله دموي بتاع حرب أما في العهد الجديد إز نايس كيوت محب غفور فأعمل إيه أروح رامي العهد القديم يقول الكتاب هنا ثم ابتدأ من موسى ومن الجميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع جميع الكتب في التسعة وتلاتين سفر بتوع العهد الأديم نحن نرتكب جرما كبيرا في حق أنفسنا أولا وفي حق الرب الذي استأمننا على كلمته لو أحملنا إراية ودراسة العهد القديم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم